السلام عليكم ورحمة الله أتمنى تكون بألف خير وصحة وعافية معكم يوسف عبد السلام من Gravity for English على اليوتيوب وعلى الفيسبوك أهلا وسهلا بكم أنت حاليا تتفرج على أول فيديو من كورس ونطق فلو سمحتوا منيب دقيقة واحدة نوضح لكم جميع تفاصيل الكورس الكورس هذا الإتقان اللهجة البريطانية والكل يعرف صعوبة النطق البريطاني لكن إن شاء الله لو أنت التزمت بالمطلوب منك مش هتحس بأي صعوبة الكورس هذا مقسم إلى ثلاث مراحل كل مرحلة حوالي خمسين درس حياد معاك أول بأول كل درس مش أكثر من عشر دقائق المطلوب منك إنك تلبس سماعاتك تركز في الاستماع كذلك تحاول تتمرن لما أنت تسمع المهم جدا أنك تسجل نفسك وبعدين تقارن ما بين نطقك أنت ونطق الكورس وتحاول أنك تصحها الأخطاء ما تحاولش أنك أنت تجتاز أي معلومة بسيطة لحتى لو أنت تعرفها يمكن المعلومة البسيطة هذه لو ضاعت منك أو ما فهمتها صح ممكن حتخليك في موقف محرج جدا وإنت استخدم في لغتك وتخطف النطق في أشياء بسيطة جدا وكيف ما قلت إن الكورس مقسم إلى ثلاث مراحل 150 درس تقريبا أنت حتحس بتطور كبير جدا لو أنك التزمت بعد الأربعين درس حاول أنك أنت ما تفكرش في الرقم 150 درس حاول أنك تفكر أنك بعد 6 أسابيع حتصبح متقن للنطق البريطاني لو أنت التزمت بالمطلوب منك المطلوب منك إيش؟ الالتزام اللي هي متابعتي أول بأول ومتابعة الكورس أول بأول الشيء الثاني إنك تلبس سماعاتك عشان تنفصل من المحيط وتركز بشكل كويس مع الكورس الشيء الثالث حاول إنك تتمرن وتقلد الأصوات اللي أنت حتسمعها الشيء الرابع حاول إنك تسجل نفسك المهم إنك تقارن ما بين نطقك أنت وندخل الكورس في كل مرة وما تنتقلش للدرس جديد إلا إذا أتقنت الدرس الأول في الأول ما عليك إلا متابعتي لأن الدروس هتنزل أول بأول على قناتي على اليوتيوب أو على صفحتي على الفيسبوك نتمنى إنكم تتابع الكورس لأن هذه فرصة مهمة وكبيرة للكل وحاليا نقول بسم الله ونبدأ الكورس مع بعض